فكرة أنه المواطن يعني الناس بتغامر يعني يقول لك إيه آه ده أنا ممكن وأنا قاعد كده ويدخل يعني على موقع إلكتروني وأقدر أحط فيجيلي فتبقى الزيادة وبتبقى بقى بيدخلهم في عمليات ودوريات وفي النهاية بعد كده بيكتشفوا أن ده نصب إلكتروني طب أولا بشكل حالك على المقدمة ديت اللي هي بتدخل ضمن التوعية التكنولوجية المفروض أن كل مواطن يتسلح بيه التوعية التكنولوجية قبل ما يتعامل مع شبكة الإنترنت فإحنا بنقول اللي بيخلي المواطن يتعامل مع مثل هذه المواقع التكنولوجية وهو لا يعلم أنها نصب من عدمه حاجتين مهمين جدا أنه بيفتقد للتوعية التكنولوجية وعنده محو عنده أمية رقمية فالنهار ده برضو أرجع حاجة بسيطة بس كده عشان أفهم المواطن اللي الداخل على شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا أنت الداخل على عالم جديد عالم ما بعد ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هتتعامل مع الإنترنت والسوشيال ميديا والإنترنت والسوشيال ميديا أمور حقائق واقعة ولكن لازم نعرف الإنفارميد بتاعتها الظروف المحيطة بها ولدت لنا بعض الحقائق وبعض المستجدات والمستحدثات الضرورية لازم نفهم أن احنا مجبرين كعالم ودولة أن نتعامل مع الإنترنت والسوشيال ميديا ونحن في إطار التحول الرقمي وفي الأوبئة واواوا سنزيد من استهلاكنا للسوشيال ميديا والإنترنت يبقى ده أمر مفروق منه في عوامل إيجابية بس المشكلة كلها أن مع هذا التقدم ومع هذا الاستخدام التكنولوجي ظهرت نوعية جديدة من الجرائم نوعية مستحدثة لم تكن موجودة من قبل هذه النوعية هي بقى اللي حاجة أشارت إليها اللي هي الجرائم التكنولوجية أو الجرائم المعلوماتية صح وهما أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة هذه المواقع أحيانا بتستغل بساطة الناس بالضبط يعني بيستغل وبيبقى عارف أنه لما هيقوله الكلام ده هيصدقه يقدر يجلب منه الأموال اشتركوا في القناة